في سهاج بل يعني ان السيد الوزير محمود توفيق يتابع بنفسه اول باول كل ما يجرى على ارض الواقع الاماكن الموجودة دي ممكن ما تلاقاش في اي مكان اخر المعاملة الكريمة اللي بتتم ممكن ما تلاقاش في اي مكان اخر انك تجيب ما تقول عنه زنزانة هي صالة كبيرة الحقيقة يعني يعني ايام الزنزين ده انا يعني مرة الاسبوع اللي فات او من كم يوم واقف مع سيد الزير الداخلية سيد محمود توفيق بقول له فانه بده انا عايز تعويد بقول لي ايه تقول ده انا تحبست خمس مرات الزنزانة يدوب قد كده كنا نوع 23 واحد في زنزانة 2 متر في 3 متر وبعدين نقلونا في زنزانة متر في متر ونص وبدون حتى يعني اسمها تأديب التأديب وما كانش اللي فيه رعاية طبيبية اللي حاصل النهاردة في مصر شيء ما كانش حد يحلم بيه وانا بقول كلام ده عن تجربة فنزب تفكر ازاي وبعدين قالك ده فيها صلاح سلطان طلع ابن صلاح سلطان قالك ده مش ابوية ودي فبركة وانتوا بتاعزينها لاجندات معينة يا جماعة بطلوا كد بطلوا الدعاء بطلوا نشر يعني معلومات مغلوطة من الاساس تعالوا شوفوا اللي بيحصل ده احنا اتعمل لنا اكتر من زيارة وفود صحفية واعلامية ونواب ومنظمات مجتمع مدني وكان معنا السيد اللواء طارق مرزوق وفضلنا نتجول نمشي من مكان الى مكان وبيتابعوا اول بول وما بيسيبوش اي حاجة والرجل نفسه هو معنا بيسأل الناس احتياجاتك ايه عايز ايه لما خدنا اللواء طارق وطلع بينا وراح بينا نشوف الاسر شغالة ازاي جاية ازاي وبتتعامل ازاي وبتقابل ابنائها من المسجونين ازاي امر حقيقة يعني تبدي كل الاحترام لهذا الدور اللي بيتم ده يعني سيادته ارسل اللي هو منتصر عويضة نائب مدير مساح السجون الى اخميم في سهاج عشان يتابع بنفسه ويشوف ايه اللي بيحصل وبدأوا يجيبوا كل الذين سجنوا من ابناء الصعيد سواء كانوا في المينيا او كانوا في اه اصيوت او كانوا في الواد الجديد او كانوا في سهاج او كانوا في قنى او لقصر اصوان كلهم اتجمعوا فين اتجمعوا في دور الاصلاح اللي اتعملت بشكل نموزاجي في اخميم ماذا تريدون اكثر من ذلك لازم تلاقوا حاجة لازم تقدموا مسوغات يعني اعتمادكم لدى الغرب ولازم تباين المصدومية الجديدة او الاتهد الجديد كفوا عن الكذب عشان حتى يعني ويقولوني ربنا عمره ما بيرضى بالكذبين وتجار الدين والقتل والذين يتأمرون على الوطن الحقيقة النهار ده انا عايز اكلمكم